طيب احنا يوم الجمعة عندنا عيد ايه في الكنيسة يوم الجمعة عيد الصليب عيد الصليب كم يوم في الثلاث يبقى الجمعة وسبت وحد سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر توت يعني محدش ليه حجة ما يحضرش عيد الصليب لانه جاي بيك اند كل فيعني طيب في عيد الصليب بنصلي باللحن الايه الشعنيني بنصلي بلحنة او النغمة الشعنين اللي بنصلي بيها يوم ايه كمان يوم حد الشعنين اش معنى بقى اش معنى ونفس اللحنة اللي بنصلي بيه حد الشعنين هو اللي بنصلي بيعيد الصليب هو تأمل يعني تأملات يعني فالتأملات مفتوحة لل براو صح علشان طبعا انتم عارفين انه شعنيني كلح ده ده لحن فريح بزيادة يعني احنا زي كنا بنصلي فريح في الاعياد السيدية وفي وقت النايروز اللي احنا في دلوقتي الشعنين ده اصلا نغمة ده اكتر من الفريح يعني ده فريح بزيادة فشمعنا بقى عيد الصليب اللي نصلي فيه فريح بزيادة علشان خاطر زي ما كان فعلا المسيح داخل ارشاليم كملك واذا ملكك يأتي وديعا متواضعا ركبنا لأتنا جحش ابن اتان فبنصلي الفرحانين بدخول الملك مدنتو اللي هو ارشاليم نفس الكلام انه المسيح كملك كان موجود على الصليب حد يجيب الاية تمام يا بوي الرب قد ملك على خشبة واذا الرب قد ملك على خشبة فكأنه بنعتبر الصليب ده الملكوت بتاع ربنا او العرش بتاع المسيح اللي عن طريقه يجيب العالم كله يغضع على ملكوت المسيح انه من غير الصليب مكانش هيبقى فيه ملكوت الله هينتشر كتا لانه وكأنه الصليب ده هو اللي بنقول عليه كورسيك يا الله ده اللي توج عليه المسيح علشان يجيب العالم كله يخليه ملكوته يخليه ملكوت الله او خاضع لملكوت الله فالرب قد ملك على خشبة فنفس اللي احنا اللي بنستخدمه في دخول المسيح كملك ارشاليم نستخدمه في ان المسيح هو اللي ملك على خشبة الصليب او خلى خشبة الصليب اللي كانت رمز للعار والاهانة وكل حاجة صعبة تبقى هي رمز الملك ورمز علامة المملكة بتاعته لما قال تظهر علامة ابن الانسان في السماء ده رمز المملكة زي مثلا رمز التاج الانجليزي مثلا هو الاسد فرمز بقى مملكة المسيح هو الصليب لانه بقى هو ده العرش او الرمز المملكة فنفس اللحن بتاع حد الشعنين يبقى هو بتاع عيد الصليب اللي هو حد الشعنين طي تعالوا كده نقول مع بعض مراد الانجيل اللي مفروض نقوله في عيد الصليب جمعة وسبت وحد اللي هو اللحن الشعنيني اللي هو نفس وزنة الجالس فوق الشاروبين هو نفس اللحنة بس بنقوله على مراد الانجيل بتاع الصليب اللي هو من قبل صليبه وقيمته المقدسة رد الإنسان مرة أخرى إلى الفردوس من قبل صليبه وقيمته المقدسة رد الإنسان مرة أخرى إلى الفردوس هسأل سؤال قبل ما نقول المراد ولا يعرفوا ليه دية معرفش هي ايه ومش دلوقتي المراد ده بنقوله في كل قداس امتى؟ في كل قداس؟ في امتى؟ أصلاها صعبة لسألت ركي أمتى في يوم الحد؟ أيوة أيوة في ايه بقى؟ في حتة اسمها ايه؟ ماشي بصوا صح لديك نص الهدية اللي هي مش عارفها ايه برضو بس يعني وأبونا هو بيعمل دورة البخور سواء بتاعت عشية أو باكر أو دورة بخور البوليس هتلاقوا وهو رجع في الطرقة الوسطانية في الكوريدور اللي في النص جيه هو بيعدي عليها مرتين مرة بعد ما يعد عند الرجالة ويرجع في النص بعد كده يجي عند السيدات ويرروح ويرجع تاني في النص فبيعدي على الكوريدور ده مرتين في كل دورة بخور هيجي في مرة منهم ينفع في الأولى أو في التانية تلاقيه وقف في النص وراح لها في حوالي النفس وأبونا ما نسيش حاجة بيدور عليها وبيعمل حاجة اسمها صليب البخور صليب البخور بيقول عبارة في كل اتجاه آخر عبارة بيقولها من قبل صليبه وقيمته المقدسة رد الإنسان مرة أخرى في البوس فده مرد الإنجيل ده وكأنه بيتقال كل أداس في صليب البخور اللي بيتعمل في دورة بخور بوليس أو عشية أو باكر لما بونا بيقف في نص الكوريدور ويعمل صليب البخور آخر عبارة بيقولها هيدي نقول بقى يعني فتح باب الفردوس رد أدم وبنيه مرة أخرى الفردوس يعني من قبل صليبه وقيمة المقدسة رد أدم وبنيه وهكذا فبيتقال في صليب البخور يبقى التاني لكلماته عشان نقوله سوا من قبل صليبه وقيامته المقدسة رد آدم وبنيه مرة أخرى الفردوس ولو عايزين مدقيقين في العربي من قبل صليبه مكسورة مش صليبه يعني مش هتفرق يعني عشان نقعد نقوم بس لو عايزين نقول مع بعض بنح وصح من قبل صليبه مكسورة وقيامته المقدسة معطوفة على صليبه رد الإنسان مرة أخرى الفردوس باشي يلا نقول سوا من قبل صليبه وقيامته المقدسة رد الإنسان مرة أخرى إلى الفردوس كمان مرة عشان كان في ناس لست تفتكر الكلمات من قبل صليبه وقيامته المقدسة رد الإنسان مرة أخرى الفردوس الحان هي مرضات الشعب هي صلوات الشعب محدش يوقف في الكنيسة مايردش مرضات الأداس أو الحان الأداس دي بتاعت الشعب مش بتاعت الشمامس الشمامس مالشغل المرض اللي في الهيكر أي حاجة برد بتاعت الشعب يلا تين من قبل صليبه وقيامته المقدسة رد الإنسان مرة أخرى إلى الفردوس كل سنة أنتوا طيبين ترجمة نانسي قنقر